تتساءل كل مرة فئة المتقاعدين عن جديد معاشها خاصة في ظل الكام الهائل من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يبحث المتقاعد دائما عن المعلومات الصحيحة وفي هذا الإطار كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبداللي اليوم الاثنين عن جديد معاشات التقاعد وقال عبداللي إن بداية من وافد مي الفين واربع وعشرين ستكون هناك زيادات في معاشات المتقاعدين وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة الثانية أن القانون أعطى الحق بالزيادة في معاشات المتقاعدين كل سنة وهذا بداية من الفاتح مي كما أشار عبداللي إلى أن الدولة لم تتخلى عن المتقاعدين حيث تعطي لهم أهمية بانغة في إطار تحسين المستوى المعيشي ترجمة نانسي قنقر